السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حكمل شرح الوحدة الثانية من كتاب الإنجليزي الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وأتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة وحنبدأ بسم الله بيونت 2 اليونت 2 بتكلم عن فود 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 وتعني الطعام هنبدأ بـ number one listen and say استمع وقل خلفي هنا هنلاحظ في الصورة أنه هنا دارت محادثة بين سفروت وسفروتا قالت سفروتا لسفروت Do you like pizza? Do you like pizza? يعني هل تحب البيتزا؟ رد سفروتا وقال لها Yes, I like pizza نعم أنا أحب البيتزا ثم سألها سفروت وقال لسفروتا Do you like macaroni؟ Do you like macaroni؟ هل تحبين الماكرونة؟ ردت سفروتا No, I don't like macaroni No, I don't like macaroni يعني لا لا أحب الماكرونة إذن هذه المحادثة التي دارت بين سفروتا وسفروت عندما نريد أن نسأل شخصا ما هل تحب هذا الشيء نقول Do you like؟ عندما نقول Yes, yes I like أو No, I don't like ننتقل إلى number two Number two Practice the talks in pairs هلا حوريكم كيفية التدرب على هذه المحادثة أنت وصديقك وكيفها سنسأل هنسأل صديقنا ونقول له Do you like pizza؟ هل تحب البيتزا؟ رد الصديق ويقول Yes, I like pizza هنرجع نسأله Do you like macaroni؟ هل تحب الماكرونة؟ هل تحب الماكرونة؟ هل تحب الماكرونة؟ ممكن أن نرجع نسأل ونقول Do you like macaroni؟ وتكون إجابته Yes, I like macaroni أو Do you like pizza؟ هل تحب البيتزا؟ No, I don't like pizza حتكون بهذه الطريقة هي التدريب بالسؤال والإجابة هل تحب هذا الشيء؟ نعم أحبه هل تحب هذا الشيء؟ لا لا أحبه Number three Act out the talks in pair يعني مثل هذه المحادثة أنت وصديقك قالت سفروتا I don't like macaroni أنا لا أحب الماكرونة أما سفروت فقال I like pizza أنا أحب البيتزا ننتقل إلى الصفحة التالية On this page لدينا الفن تايم اللي هو وقت المرح ننتقل إلى لجرامر تول بوكس هنا لدينا في الجرامر تول بوكس كلمة don't 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 هي اختصار ل do not يعني don't اختصار ل do not طيب هنبدأ ب Number four Listen shout استمع وأصرخ ب I like or I don't like I like يعني أنا أحب I don't like لا أحب طيب عنا هنا I like I like macaroni I like I like macaroni أنا أحب الماكرونة I like I like pizza I like I like pizza أنا أحب البيتزا طيب طيب I like I like I like salad أنا أحب الصلطة I like onions I like onions أنا أحب البصل أنا أحب أنا أحب الشربة طيب كيف لما نقول I don't like مثلاً ممكن نقول I don't like onions أنا لا أحب البصل I don't like soup أنا لا أحب الشربة I don't like macaroni أنا لا أحب الماكرونة إذن I like تعني أحب و I don't like تعني لا أحب هنتقل إلى الصفحة التالية نهايات لها نفس القافية ونفس النهاية والأصوات نمبر 1 listen and chant استمع وغني اليوم الأغنية عن cookie jar chant يعني أغنية الكوكي jar وهي مرتبان الكوكيز مملوء بالكوكيز jar هنا تعني المرتبان هذا المرتبان هنا في السورة هو الجار وهو مملوء بالكوكيز طيب لنستمع إلى الأغنية أغنية 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 طيب هنرجع نقرأها مع الترجمة يعني من أخذ الكوكيز وهي بسكويت الكوكيز من المرتبان المملوء بالكوكيز من الذي أخذه؟ سفروت أخذ طيب يعني أخذ الكوكيز السكويت الكوكيز من 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 مرتبان الكوكي قال سفروت من أنا؟ رد نعم أنت ثم قال ليس أنا فسألوه ثم هو إذن من؟ هو الذي أخذ الكوكيز من الكوكي جار من مرتبان الكوكيز هنرجع نقرأها مرة تانية بطريقة أغنية هو طيب 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 listen again and clap the rhythms يعني استمع مرة أخرى وصفق في نهايات نفس الكلمة طيب نرجعنا واستمع مرة أخرى who took the cookies from the cookie jar سفرو took the cookies from the cookie jar who me yes you not me then who took the cookies from the cookie jar ننتقل إلى الصفحة التالية لعنوا في هذه الحالة الفن تايما هو وقت المرح cookie jar game يعني لعبة الكوكي جار اللي هي مرتبان الكوكيز clap and chant صفق وغني طيب هنا عنا الأولاد الستة كل ولد مكتوب على التي شيرت الرقم تبعوا هيغنوا لأغنية الكوكي جار اللي هي who took the cookie from the cookie jar وبعدين يختاروا الأولاد مسلا رقم يقول number two took the cookies from the cookie jar رد number two قال who me حيردوا الأولاد ويقولوا yes you حيرد number two يقول not me حيردوا لأغنية الكوكي جار طيب حيرجعوا يسألوا مسلا رقم تاني ويقولولو who took the cookies from the cookie jar number five took the cookie from the cookies jar حيرد number five ويقول who me حيردوا كلهم يقولوا yes you حيردوا not me حيردوا ذنه take the cookie from the cookie jar إذن هذا الجام عبارة عن نفس الأغنية حيلعبوها الأطفال مع بعض ويغنوها واللي حيكون ماخد هو الكوكي حيقول yes me هنا عنا الـ advice time الشيء نصيحة التيتشر للطلاب eat with your right hand يعني كلوا بيدكم اليمنى ننتقل إلى الصفحة التالية on this page عنا words اللي هي الكلمات number one listen, point and say استمع وأشر على الكلمة ثم قلها طيب كلمة الأولى apple 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 التفاحة number two pizza 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 وهي البيتزة number three salad 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 وهي الصلطة number four soup 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 وهي الشوربة number five orange 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 وهي البرتقالة number six rice 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 وهي الأرز number seven sandwich 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 وتعني أيضا السندويش number eight apricot 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 وتعني المشمش number nine كبسة 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 وهي أرز الكبسة طيب number two listen and practice استمع وتدرب number one لدينا ثلاثة تفاحات إذن حنقول apple 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 number two pizza 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 number three salad 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 number four soup 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 number five sandwich 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 وأخيرا number six apricot 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 ننتقل إلى الصفحة التالية this page لدينا الفن تايم وهو وقت المرح ونبدأ باللي جرامر تول بوكس اللي هو البوكس الخاص باللي جرامر القاعدة طيب هنا مكتوب عنا countable countable يعني الأشياء المعدودة والتي نستطيع عدها ونكاونتبل هي الأشياء الغير معدودة والتي لا نستطيع عدها طيب كيف نفرق بين الكاونتبل والأنكاونتبل دائما الأشياء المعدودة عندما تكون أكثر من شيء واحد نضف للكلمة اس يعني ساندويتشيز 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 و apples apples أما الأشياء الغير معدودة لا نستطيع إضافة اس الجمع اس إذا كانت أكثر من شيء لأن السوب وهي الشوربة غير معدودة جميع السوائل غير معدودة وأيضا الرايز وهي الأرز أيضا غير معدودة لا نستطيع إضافة اس في حالة الجمع أوكي هذا الفرق بين الكاونتبل والأنكاونتبل طيب number three بقولنا number race سباق الأرقام count fast from one to ten and back يعني عد بسرعة من واحد إلى عشرة ثم من عشرة إلى واحد back يعني نرجع من عشرة إلى واحد طيب هنقول one two three four five six seven eight nine ten هنعيد من عشرة إلى واحد هنقول ten nine eight seven six five four three two one أوكي هلأ هنقرأ لما نكون number one أو شيء واحد ما هنضيف اس للكلمة أما لما نكون أكثر من شيء هنضيف اس للكلمة وهو اس الجمع إذن هنضيف اس للكلمة عندما يكون الشيء أكثر من واحد يعني هقول one orange one orange two apples two apples three pizzas three pizzas four sandwiches four sandwiches four sandwiches five carrots five carrots five carrots six onions six onions six onions seven bananas seven bananas eight cherries eight cherries ونعد باك يعني نرجع من 10 إلى 1 هنقول إذن 1 orange بدون S للكلمة ننتقل إلى الصفحة التالية ننتقل إلى الفونيكس الفونيكس وهي الأصوات استمع إلى الكلمة وصوتها ثم قلها عندنا الصورة الأولى صورة أكتوبوس أكتوبوس وهو الأخطبوط بدأ بحرف الأو وصوت حرف الأو هو أ أكتوبوس أكتوبوس الصورة الثانية هي صورة ببغاء ويعني باروت 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 بدأ بحرف البي بي ب باروت طبعا حرف البي يختلف عن حرف البي الخفيفة هذه بي الثقيلة باروت الصورة الثانية هي صورة غطاء أو إحرام اللي نغطيه نفسنا فيه وهو كويلت 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 والصورة الأخيرة هي صورة أرنب ويعني رابت 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 بدأ بحرف الار وصوت حرف الار هو ر رابت رابت أخرى هنا عندنا الحرف الأول هو حرف الأو أو أو هنكتب بهذه الطريقة دائرة الحرف الثاني هو حرف البي بي بي هنكتب بهذه الطريقة هنعمل تريسينج هنمشي على النقاط ونكتب بهذه الطريقة ثم نعمله نسخ كوبي يعني نسخ في الفراغات الحرف الثالث هو حرف الكيو وصوته ك ك ونكتب دائرة وخط هنا بهذه الطريقة هنكتبه هنعمل له تريسينج ونكتبه نسخ هنا مرة أخرى والحرف الأخير هو حرف الار هنكتبه أيضا بهذه الطريقة هنعمل له تريس ثم كوبي هنا كي وننتقل إلى الصفحة التالية نمبر ثري لسن أند رايت استمع واكتب عنا الحروف عنا نمبر ون الكلمة هي أوكتوبوس أوكتوبوس وتعني الأخطبوط إذن الحرف الناقص هو حرف الأو أوكتوبوس نمبر تو عنا صورة الباروت وهو الببغاء والكلمة باروت 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 إذن الحرف الناقص هو حرف البي السورة الثالثة هي سورة كويلت كويلت وهو الإحرام أو الغطاء كويلت والحرف الناقص هو حرف الكيو كويلت لما الصورة الرابعة هي سورة أرنب رابت 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 إذن الحرف الناقص هو حرف الـ ننتقل إلى نمبر فور درو كاونت أند رايت يعني درو يعني ارسم عنا هنا صورة الأكتوبوس حنحدد عليها ونرسمه ثم حنعد كم يد للأكتوبوس ثم حنكتب كلمة أوكتوبوس الحروف الناقصة هي حرف الأو وحرف الأو هنا وحرف البي لتكمل كلمة أوكتوبوس أوكتوبوس وطبعا ممكن بعدين نلون الصورة كي وبكده احنا انتهينا من شرح الوحدة الثانية من كتاب انجليزي الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني أتمنى من كل اللي يشاهد الفيديو أنه ينزل معي أسفل الفيديو ويضغط على زر اللايك ولا تنسوا تشتركوا معي في القناة وتنشروا الفيديو بين أصدقائكم عشان يستفيد أكبر عدد من الطلاب والطالبات وشكرا